السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال والأحوال في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى النظرية السوسيوبنائية وما يسمى بلغة فرنسية التي يغيي سوسيو كونسككسيفيس البنائية عندها بزاف ذلك المعاني البنائية الاجتماعية نظرية التعلم الاجتماعي هذه النظرية تعتبر أن المعارف تبنى اجتماعيا هذه العكس ذي النظرية البنائية لأن النظرية البنائية تقول أن المتعلم يبني معارفه بذاته بدون تدخل لأي أحد ولكن النظرية السوسيوبنائية تعتبر أن المعارف تبنى اجتماعيا يعني المتعلم يبني معارفه مع الأصدقاء في المجموعة داخل القسم فهو يبني معارفه بكيفية نشيطة ومتدرجة من خلال سياق قائمة لتفاعل مع الجماعة يعني من يتفاعل مع أصحابه ينقش المهلومات يلا كيتعلم يعني هذا السوسيو كونسكتيف يزم عنده بعد اجتماعي لديمانسيون سوسيال من أجل إعطاء معنى التعلمات التي يكتسبها المتعلم المتعلم يكتسب المعارف من خلال تفاعله مع الآخر ويبني تعلمه تدريجيا من مقارنة إنجازته بإنجازته أغيره بكيتعلم حتى يقرن دكش اللي يكتب دكش الإنجازات دياله بإنجازات صحابه يرتكز التعلم على وقع صراع سوسيو معرفي الصراع سوسيو معرفي هو دك الصراع بين المعلومات ديال التلميذ والمعلومات ديال أصحابه يعني كيكون قادة صراع معرفي من بين الرواد ديالهات النظرية ذيغوتسكي كلاغمان إي موني ودواز دكو كان جانبياجي يعطي أهمية كبرى لما هو بوراتي وعقلي وذكائي في مجال التعلم لكن في غوتسكي اللي هو الرائد ديالة السوسيو بنائية يقر بأهمية المجتمع في بناء تعلمات يعني لبعد الاجتماعي وتعزيزها وتطويرها مليك نقول النظرية السوسيو بنائية يعني المجموعات داخل القسم ومليك ندوه على المجموعات داخل القسم يعني 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 هنا الأستاذ ستستعمل إحدى التقنية نشيطة له وهي لديناميك ديغروب لديناميك ديغروب من المفاهيم ديال نظرية السوسيو بنائية لمجتمع جماعة القسم تفاعل تسأتير والتأثر النشاط منطقة النمو القريب إلى أخيره المهم أعطيتكم دفع هذا الفيديو المختصر المفيد جماعة تقعدو كل خلاصات اللي كاني في موقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت وبعض الخلاصات وبعض الاجتهادات الشخصية والخصص لكم هذا الشيء باش يكون مختصر المفيد في دقيقة ثانية فقط كنتمنى أن هذا الفيديو إنا اللي أعجبت لكم دكت لكم غير جديد دقيقة باش لكي تعاوموا الاستفادة وحتنتهم باش متملوا دكو بالتوفيق إن شاء الله